اهتز اقليم بن ملال على وقع وفاة مأساوية لشابة داخل فيلا تعود ملكيتها لرجل اعمال وبرلماني سابق وتعود تفاصيل الواقعة الى حضور الشابة وهي تيكتوكر معروفة بالمنطقة رفقة فتيات اخريات لحفلة خاصة داخل الفيلا التي تعود لسياسي وبرلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية قبل ان تنتهي الصهراء بوفاة الشابة في ظروف غامضة واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي اوقفت صاحب الفيلا والبرلماني السابق كما تم نقل جتة الشابة الى مستودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح للكشف عن اسباب الوفاة من جهتها نفت والدة الشابة الهالكة الاخبار المتداولة والتي ارجحت وفاة خديجة بسبب جرعة مخدرات زائدة لافتة ان ابنتها تعرضت للاعتداء والتعنيف والقتل المتعمد مطالبة الجهات المعنية بتعميق تحقيقاتها ومحاسبة كافة المتورطين اشتركوا في القناة